اشتركوا في القناة من زوءك يا محترم منتخبنا الوطني تجربة اولى مع الكابتن اياب جلال في مباراة غينيا تجربة بطبيعة الحال صعب الحكم عليها مش صعب ده اكيد ما ينفعش الحكم عليها في اول مهمة رأيك ايه في هزي المواجهة الاولى من مواجهة المنتخب الغيني النهاردة انا كنت بتفرج على السنغال والرواندا السنغال كذبت في الدقيقة 95 صح 1-0 ضربة جزاء بخطأ زلزج من مدافقة بالزبط من رواندا من دفاع رواند منتخب مصر وعلى أرضهم وعلى أرضهم ما يلعبوا في السنغال ماتشين هلعبوه هنا شك يعني انا هميني في ماتشات منتخب مصر الاولانية ان انا قلم اللي بنهط صح الفترة اللي قبل كده كنا بمتعادل الاول ماتش وبعدين اتغلبنا وبعدين لمننا نفسينا في الاخر صحيح اه الاداء مش عاجب الناس كتيرة الناس بتهاجم ايهاب جلال انا شايف ان الهجوم بدري اوي وما ينفعش زي ما حضر لكم قلتم بها رحن بين الشوطين الناس تم تعال تديكم منتو وازاي وازاي لأ لأ اهدوا شوية الراجل ده مدرب كويس صح احنا بقالنا فترة كروش وحش ايهاب وحش حسام وحش ده وحش ما ببصش لعيبة اللعيبة اللي وحشة كتيرة لعبتنا مش فايقة لعندنا لعيبة كويسة ولكن بقالها فترة لأ وحشين لأ مش أداءهم مش أداء لعيبة تمثل منتخب مصر مش كل شوية ألمع على المدير الفني هو الراجل هيعمله في 4-5 أيام لو صمحتوا نحكم على ايهاب جلالة كابتن بعد 6 شهور بعد 5 شهور محفظ الناس طريقة لعبه يشتغل الكرة الحلوة اللي احنا بنشوفها ليه الهجوم عملا على بطال عليه كشخص هو ممكن يستحمل ايهاب أنا عارفه شخصيا ما هو من جيلي ما بيسمعش كتير ما بيسمعش ما بيعلقش كتير ما بيتكلمش كتير بيجكس في شغله صح ولكن الهجوم الغير مبرر بأي طريقة بأي حاجة ما ينفعش احنا دلوقتي بنقول هنسند وبنساند عايز تنقط انقط اللعيبة النهاردة اللعيبة فيه لعيبة فيه اولا انقط مدرب بشكل منطقي يعني ايه هنبدأ كلنا ننتقد الكابتن اعاب جليل احنا بننتقد بيب جارديور اه بالزبط هننتقد الكابتن بس ياخد فرصوته الأول ولهو راجل نفسه هو نفسه في المؤتمر الصحفي قال لك انا لسه محطتش طريقة لعيبة لسه محطتش خطريقة انا بمشي على القديم وما كان ميل عشان لعيبة ما تطلبتش بس هبدأ اغير مرة على مرة فهو نفسه اكيد كمان مش راضي بالعالة بيحصل يعني هو طلب مش راضي بس مش هينفع تحكم عليه من دلوقتي الله ينور عليك وبعدين الحاجة الوحيدة اللي انا وانا متقال ان هو هيراجع نفسه فيها لنقهاب مش هيندي يعني بيسمع وللناس اللي بتتكلم في الكورة كويس حتة شادو سترايكر او المهاجم الوهمي ما تنفعش مع مصر ما تنفعش معنا احنا عندنا مهاجم مصطفى محمد عندنا كان قبل كده متعد عندنا عمر زاكي ميدو حسام حسن لا فارودة محمد عبدالبليل لا انا كنت باجي من تحت الله يقلي شغال معاك اه فالفيرود لا لازم لازم بقى فيه فيرود رئيسي وواحد يمين واحد شمال وتحتهم صانع على العابة انا بقول لي اهاب الماتشات الاولانية دي لا اربعة اتنين تلاتة واحد اللي هي طريقة لعبنا اللي احنا متعودين عليها ويبدو كده انه هيعملها 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 في ماتشة اشرب هيعملها لما تبص على قامل منتخبة ليو اخذ محمد مجدي افشا محمد ابراهيم زعمة حمدي فده دليل ان هو كده كده الشكل رايح يلعب راكم معاش بسهو قال لك اول ماتش مش هلغبة اللعيبة طليل كان بقى لهم سنة بيشتغلوها مع كروش هيخليهم لعبهم مع ان امام عشود كان كويس وانا شايفه ان هو اكتر واحد كان اداءه مكنع وبيروح عجونه ويجيب هو كان اهاب نتقالي فاكر ان امام هيعمل حتة دي ويزيد اللي هي تمانية تمانية اللي هو حيبقى صانق على العاب وهيروح يزيد كتير وكده امام ما عندوش الملكة ان هو يرمس روهات كتير ما عندوش الملكة ان هو يلعب الناس حمدي والسلية مجهدين جدا السلية في الطبيعي لما يبقى فايق يلعب الكورة معظم اللعيبة يعني مرموش انا ما شفتوش قدة مجهد ومش مكانه اوش يلعب فولس ناين اه فارويد وزيزو مش مكان ونحيط الشمال زيزو عشان يفيدك يلعب نحيط الناس زيزو يمكن نشترك لما تجيه تسوف في الأحماء في الأواعي زيزو دخل مكانه اه بص انا ما اقدر شلوم على اهاب هو لسه بيحسس على المنتخب بيحط ايده على المنتخب فانا شايف ان عشان ننقض اهاب بعد 6 شهور بعد سيد الدر للتلات ماتشاط الاولانين والتلات ماتشاط العودة وان شاء الله هنوصل يعني اول وتاني بيوصلوا اه هنوصل بعد كده نبتدي نشوف ايه ايجابياته ايه سلبياته انما مش في 45 دقيقة ولعبتك هي اللي مش فيقة نقول المدرم حضر عامد صلاح اعني كانت الناب جالي انه كان بيلاعب هو مصاب يعني نجمل فرقة اللي عندك اه كان بيلاعب هو مصاب او مجهد قوي اه برضو يعني حت التكريم وقبل المباراة يعني هم يشكروا طبعا مساءة الوزير واتحادوا كورني الكرام بس انا كنت شايف انه اتعمل في حفلة برا تكريمه ويجيب نعم قبل المباراة دي بس اهمية وامكانيات واحترافات محمد صلاح ما ظنش انه هيتأثر معنويا او تأثر ذهنيا في المنظر نعم تهيأ لك ده محمد صلاح والله لو محمد علي ايه كلاهي بصة كابتن انا تركيزي في مباراة انا بكلامك هلعيبك ورا مهما وصلت هتقول لي برا سعاد بيسلمه في ثلاث دقائق بالزبط انت عارف بتاعة محمد دي قعد 12 دقائق بالزبط مهما كان تركيزك لازم حتى اللعيبها اللي معاك هيعودوا يتفرجوا بيسلموا ايه القلادة الفرعونية ماشي ده كله ده كويس بسي مش وقتها مصلحش الغلط بالغلط انت داخل عن براه مهما كان الخصم اللي قدامك وغينيا مش فلقة قليلة صح لولا خايفة من اسم المنتخب مصر الفلقة ديك هتجيب في الجوان هنا مهما فهيها كانت مرعوبة من اسم المنتخب مصر تاني افريقيا مهما وآه تاريخنا مهما فبرضو وعلى استادنا هنا فكانوا بضياء عبوة كتيرا فطر هل المنتخب مصر محتاج آآ دم جديد لعيبة آآ يعني في لعيبة احنا عارفين ان هم هم لعيبة كبار وعندهم خبرات دولية ويتقلق يا هم دول اللاعبين الدوليين وفي لعيبة دوليين ولعيبة مش دوليين ولا هل محتاجين بقى ايه اللعيب تاني كرياتيف كده مبتكر لعيب تاني شام من المنتخب باللغة يعني شام من المنتخب لأول مرة عنده حماس وروح المنتخب لأول مرة هل محتاجين دا ولا محتاجين لعيبة اللي عندهم خبرات ديودي الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض يعني كيروش على قد سلبيات اللي كان فيها شوية إيهاب هيمشي على بدليل أنه دخل أحمد عاطف استدع أحمد رفعت دلوقتي وجاب أحمد حمدي وجاب أحمد حمدي أنا بحقي على كده أنا من زمان بنادي أنا وأنت فاكر أحمد عاطف أحمد عاطف أحمد عاطف من زمان آه لعب كويس فهياخد وماله مما دخل 3-4 مع صلاح مع السلية مع حجازي مع النني و 3-4 زغيرين مشتقين يعني عجبني أنه دخل محمد إبراهيم جدا آه يا محمد عاطف جي من فترة قال لك وأنا مش مصري لأ هو من بقاله فترة بصراحة محمد إبراهيم باشي بشكل كويس أما بقاله سنتين بصراحة روح النادي دا يقصر الدين روح النادي دا يقصر الدين مقصة سرماية كلبات آه ولعيب كورة صح وبعدين دلوقتي وعنده خبرة منتخبات جدا وبعدين في عنده حاجة أنه هو بيدفع دلوقتي كويس قوي يعني دايما حريف ما بتلاقيه إيش دفع كويس صح هو لأ دا فيه فرق ساعات بتلاعبه دفندر تاني فهو أنا عجبني السياسة دي فعلا عايزين لعيبة ممهوبة كتير في الملعب زي زمان أنت زمان كنت بتلاقي أربع خمس لعيبة كورة صح أنت دلوقتي يا دوبك صلاح وشكرا والباقي كله مجهود الزاتي مع أن أنت عندك قافش لعيب كويس السلية لعيب كورة مرموش مفروض أنه هو لعيب كورة معرفش أنا من ساعة جون ليبيا وإحنا كلنا وقلنا بفت من مشتارة آه ولقيته ولا مباراة دها بعد كده كويسة ما زعلش مني لو حد هيوصله أو حد يسيما هو لعيب كويس دا ما قلنا على حسين الشيحات لعيب كويس بس داري بقوت فاللعيبة دي مين هيعمل فرق مع المنتخب اللي مكان لعيب موهوب آه فيه 3-4 موهوبين جنب 6 مين هي المتفايل بي أو في المنتخب الفترة اللي جاية مع الكابتال لعيب جلال بريم عادل يعيني مش العيب كور العيب كورة وقوي وصغير بس أنا نفسي يروح يحترف برا والله العظيم نفسي يعني مش عيب يعني ولد زي دا ولد زي أحمد عاطف يسيبوه ويطلب عمد عبد المنع عبد المنع يعني فيه لعيبة فعلا أنت صغير تطلب أنا قلت على أحمد فتوح من أيام كاس العرب وقلتلي الزمالك هيزعله قلتلك يا أخي يفتخروا أنه عنده ما زي أحمد فتوح يلعب يفرق عن إدريسا جناجي إيه بيكلمك بأمانة يعني بص دا وقلت دا في باريسان جرمان فأنا عندي أربع خمس لعيبة لو احترفوا برا وده هيرجعوا لنا هنا بتخذ مصر دا يبقى جامد قوي ما تزعلش مني الدور المصري بتاعنا ما يفرش إلا إذا لعيب ما هو بقوي وبيكافح معهم زي محمد إبراهيم بيظهر ليه عشان لعيب كور أفشف أوحش حالاته بتليقي كويس عبدالله سعيد لغاية شهرين ثلاثة أحسن لعيب في الدور المصري بالاتفاق أنا وإنت من فترة فالدور المصري مش هيفرز اللعيبة دي أنا بعض رؤية برضه إنت جاي لعيبة محبطة اللعيبة الدوري مش مستقرة عندك منلعب أسبوعين ويتوقف له قد كده فاللعيبة حتى مستوها وحش في الدور المصري جدا أول الدور المصري مهم خسران أربعة مستشاته ويتعادل ثلاثة أول الدور المصري سعلا ده في فرق فوق برا أو في الدور السعودي أو أو بتخسر ماتش واحد في الموسيوم عندك فرق بتخسر بالتلاتة أربعة مستشاته يعني من بتبص على المستويات كلها كلها زي بعض وحشة تفرج على ماتش يا دوبك اللهم فرقتين ثلاثة اللي بتلعب كورا في يوتشار الأهل ما بقى فايق الزمالك هو فايق بيراميز معرفش هياخد دوري إمتى أو هياخد كاس إمتى من الإنكريات دي واللعيبة دي هنوعد إحنا بقالنا أربعة سنين بيقول هيجيها هيخ تجربة وفرحانين هو بينافس أهلي وزمالك حلو طب هنفضل نقول فرحانين هو بينافس وفي آخر الدنيا يمشي إمتى هياخد الدوري يعني ما هو الفتح السعودي من تلاتة أربعة سنين خد الدوري السعودي عشان تاخد من الهلال والنصر والاتحاد والفتح أنا فاكر مع فتح الجبالي المدرب التونسي خد بعهم ليستر سيتي خد الدوري طب إمتى بيراميز هتاخد المقصة يوم إيهاب جلال عافر خد تاني في الدوري كان من أي مجموعتين أو وانا يعني بس هو فالدوري المصري مش هيفرز العيب فأنا مش عايز يهجوم على إيهاب كتير إيهاب هيستحمل بس هيجيله فترة مش هيستحمل مش هيستحمل طب محتاج مساندة إزاي محتاج مساندة من مين من ربنا من ربنا آه آه ربنا واللعيبة إحنا كده كده يعني اللي بيفهم كرة وبيقدر يسند تجربة جديدة وواحد يوقف عشان طبعا ربنا فوق كله طبعا إحنا محتاجين سند ربنا كلنا بس ده محتاجها كلها طبعا طبعا بس أنا أصدق إيها هو إحنا بنساند إيهاب جلال ولا بنساند المدير الفني المنتخب مصر ما هيدي الحكاية في ناس يعني أنا هساند أي مدير فني يجي لمنتخب مصر عشان هو بقى اسمه مريف إنت كنت بتساند كيروس في عز هجوم الدنيا عليه لحد ما شوف الآخر لحد ما شوف الآخر طبيعا على فكرة كابتر إيهاب جلال مش ضمنين نجاحه احنا مش بندعم دلقة عشان ضمنين نجاحه ركب ده الله ممكن ما يوفقش سيطرة هنطلع كلنا نقول إيه لا لا ما أجدش مع منتخب مصر والد جدا إن شاء الله أنه ينجح مش هنقول بقى إيه يا كابتر محمد انت كلامك كان صح يا هاب جلال نجح انت كلامك كان غلط والتاني بقى انت خسرت الرهان أحيانا الناس دلوقتي كمان بقت متشبسة برأيها أكتر من مصلحة المنتخب يعني دخل كتب يا هاب جلال مدرب هيفشل مع منتخب مصر هو نفسه يا هاب جلال يفشل مش عشان ما بيحبش منتخب مصر عشان هو يبقى صح عشان يبقى رأيي صح انت دست على حتة حلوة أهو كريم أحييك عليها يا ربي خليك يا بنا لا بجد كل البرامج الرادية أما واحد بيتكلم مع واحد بيقوله هيفشل بتاع هو عايزه يفشل عشان يبقى هو صح مش عشان ما بيحبش منتخب مصر عشان يقولك ان ده قراءه صح عشان يقولك ان ده توقعاته صح يا عم روح قراءة الفنجار بعيد عننا يا جدعان فعلا زي ما انت بتقول انت بتحيي ايهاب جلال اللي هو ايهاب جلال ولا عشان منتخب مصر ربنا يكرمنا صح الناس بتزعل لما ده بيمشي وده بيمشي طب ما هو امتى امتى هنقول فعلا منتخب مصر بجد انا بقولك كل مرة نشاور على المدرب لا انا بشاور على لعيبة دلوقتي صح يا لعيبة فوقه يا لعيبة انتو شايرين تشيرت اللي في الشارع يتمنى يلبسه بس يخرج بيه انتو مش حاسين بديه فارجو ارجو ان اللعيبة دي تفوق نفسها يسيبوكو من الفلنات والاندية وانا بلعب هنا وانا بلعب هنا انت اخي انت بتمثل منتخب مصر يعني ايه منتخب مصر يعني انت تاكل النجيل انا الكهري كان الله يرحمك يعني شايرين الاغاني الوطنية في الاوتوبيس وحنزلين الملعب يعني تفتح القفص كده تلاقي الاسود نازلة بكلمك بجد انت بتبقاعد جسمك ما اشعر في الاوتوبيس من كتر الحماسة اللي انت فيها لا بتفكر بقى هاخد ايه ولا هرجع اصلا انا هلاعب مين في الدوري ولا اصلا انا ما عملتش عقد اصلا انا ما تكرمتش اصلا انا ما تدنيش مداليا ولا عمرك فكرت في الكلام ده وبتروح المطارات تترمي بالسبع تمن ساعات على الارض ونايم ونجوم نجوم حسام حسن ده اللي هو قالي بالدنيا في مصر كان يرمي في المطار كده هو قاعد عادة اقول له يعني ده انت نجم مصر وبتعب بص نايم على الارض ازاي عاد عشان منتخب مصر انا منذ وقت يطير اخص فندق خمس نجوم وقال لك اصلا هيا صلنا وعملوا شماريخ يا سلام انتوا ما حضرتوش في افريقيا الزلط بالليل طول الليل وخبطوا على القوض ويجروا عندك انت محدش بقدر يخش لك بوقتي فحيجة كوهية هي اللي بتخلي اللعيب وحش اصل الناس ظلمونا اصل ال ايوه ارفع لي حاجبك انا بتكلمك بأمان انا مش بلقح على حد تبا سانيا لقى رأي تاني خالص قول انه هو اللعب اللي عندنا لعب كويس لعب رائع لعب مميز لعب كبير انا هو ده اللي مغرقنا بس في الدولة المصر هو المشكلة فين المشكلة فين ما انا هقول لها حلقة بصراحة هو مش مشكلته هو هو مشكلة سين من الناس احنا عمر السولية انا بقول مسأل اي مسأل حمدي فتح ايه طريق حمدي لا خلينا في عمر السولية عشان حبيبي عمر السولية وعمر السولية كل يوم بيحتاج كمين كل المباراة بيحتاج كمين تمام اللي زيه بقى في منتخب السنغال ولا منتخب الكاميرون ولا منتخب الجزائر ولا منتخب المغرب ده بيحتاج كمين فهي مشكلة عمر السولية ولا مشكلة الاحتاجات اللي بيلعبها عمر السولية انا ما بقدرش حاجة من اللاعب قوي عشان انا في النهاية هو المكسيم بتاعه بيطلعه فعلا بس التاني لما بيدي خمسين في المائة من الاسم بيبقى احسن مننا كلامك حلو بس انا هقول لك على حاجة احنا زمان كنا بنحتكب مين ده احنا ما كناش بنشوف المتشاط فبرة ما كناش بتتزيع اصلا المتشاط برة كناش نعرف غير الولمبي وكفرجية وهم دول حوالينا بس انا بقول لك فيه هدف انت بتتاخد منتخب مصر انت بتاكر النجيلة انت بص بتقعد تفكر يعني ايه منتخب مصر بس انا النوعية اللي كانت جنبي في الملعب ايه وبلاعب مين انا كابتل محمد احنا برضو هنبضى نلف اللاف هي واحد اللي هي هنبضى كل مرة نقولها انا عايز اللعيب ياكل النجيلة انا عايز الروح والحماس انا عايز احنا السنغال احنا دايسين بنزين عالاخ دايسين بنزين عالاخر جز جايبينه وهم ماشيين عاملين كده لمسة وبيجرو بيجرو اسرع مننا فانا انا مش افضل طول حياتي اقولوا بروح والحماس واكل النجيلة انا عايز كوالي تلاعب جيبها موجود في اوروبا يوبا ما عنديش لعبة كويسة طيب ما عايزين بقى نشتغل عادة بدل ما نقعد نلف في نفس الدنيا طيب عايزين لعبة كويسة يطلعوا نقطر المواهب في الملعب شوية ويطلعوا برا كابتل محمد ويطلعوا برا برفو عليك لزي ما انت لست قيل عندك تاربع لعبين الشباب هما يطلعوا برا ياريت ياريت على ايامنا كانوا سامحين للناس تطلع انا من سنة تسعة وتمانين تسعين كان عندي سنة سنة الاهلي طلب فيها مليون دولار في النادي في البرتغال الهو مين ده مين ده مليون دولار ايه ده هو اخره مئة الف ولا خمسين الف هو في افريقيا نحن واخدهم نجربوا كمان اب الزبط انت في افريقيا بيتاخد بساندويتش واطلع بعد كده سعره بيعلم عشان كده الافرقى دايما ما عديهن في الحتة دي ياريت تلاقي مثل مداري بتاع منتخب كوديفور عنده قيمة 23 لاعب بيختار من 120 لاعب في اوروبا في اوروبا احنا بندور كم واحد عندنا في اوروبا وبناخدهم كده كده لوكشة اه بتجيب سام مرسي مع الاحترام ليهم كلهم لعبين يعني هتاخد كل الناس مش هتعرف حتى تنقف اه ونختلف كوكا اه ولا كوكا لا صح لما انت لو عندك 121 برا متقلقين فيهم 25 سوبر هتجيبهم على طول مش هنبص بقى للدور المصري مش هنزعل اللي عايز يشد حلو يشد انت بمنتخب المغرب كان كلهم من برا منتخب الجزار كان كلهم قبل ما نخش على الهواء عشان قبل ما اختن بس تقول تلي عايز تقول حاجة لبيتسو موسيماني اه يعني انا شايف انه هو مش عارف هو ماسك نادي ايه وللأسف هم اللي سمحولوا بكده اه بقوله اه لا ايه الصور اللي جاية دي انت خسران بطولة افريقيا انت تدرى هنا في مصر ولا بدورة بدورة تدريبية بعد ما تخلص يا حبيبي انت جا تتعلم يعني اجماعة اجماعة لا انت بديله المصري السلوم ممكن يكسب الاهل كاس وارد كده انت كده بتستهتر انت بقى اصلا يعني فيه رأيش يقول انه بيتسو موسيماني يكمل مع الاهل لهاية الموسم وفيه رأي تاني يقول لا يمشي دلوقتي لا بالطريقة دي اه لا 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 اشتبك من الموقف ده كأداء ونتائج هو الادارة مش عارفة ان الاداء بتاعها وحش من زمن بس هي البطولات اللي بتحكم اه الاداء بتاعها اللعبة كلها بتشتكي هم النهاردة هم بيتكلموا معاه بيتكلموا ان الاحمال التدريبية وحشة الناس انا قلتلك المرة فاتت الناس بتتصاب و بترجع بصعوبة بيتكلموا معاه ان مفيش جديد في التدريب حاجة المهارية اللي بيعمل تقسيمات طويلة هو الادارة مش عارفة بيدي اجازات كتيرة مش مرة ده خمس مرات ست مرات هي مش عارفة معارفين الكلام ده بس هي المشكلة ان الوحيد اللي كان سنده كابت الخطيب كابت الخطيب من دقته وشكله من دق جدا مش عشان خسر كرة مكسب خسارة ان انا سندك وانت راح تتصور مع بتوع المغرب وفي المغرب وانت مغلوب منهم يا اخي الدارة وفرحان بوليد رجراجي وراك وعملت تتصور انت مش عارف انت ماسك نادي ايه يعني محدش يزعب لازم يعرفوه انت ماسك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا لما تخسر تيجي ناديك وتتمرن وتمرن الناس وتلعب بقى عادي يا عم روح يتعلم بعد ما نخلص انا مش بديك دولارات عشان تروح تتعلم 15 يوم ويجي لي انا غبت يومين عن النادي الاهلي وانا فبطولة في الامارات مشوني اهوها ثلاث ايام شوفوا يعملوا معي